حالة الطوارئ بقت في كل بيت امتحانات آخر السنة خلاص على الأبواب فيه فريق من الأسر المصرية بيسهل الموضوع على أولاده ما بيشدش وبيعتمد أو بيرفع راية أن بذاكر كويس طول السنة وإدي شوية لنفسك علشان تبقى متطمن وفيه فريق من الأسر بيشد جدا خلينا تفكر التوقيت ده بيبقى صعب على كل الطلاب وكل الأسر عشان طبعا التفكير بيبقى طول الوقت إزاي حدخل الامتحانات إزاي حلوا الأسئلة إزاي حجيبوا درجات عالية وده بيخلق ضغط كبير على الأسرة وعلى المحيطين بالأسرة وعلى المعلم وعلى الطالب نفسه طبعا يا مصطفى فكرة أنه إزاي أولياء الأمور أو بيوت المصرية والطلاب يستقبلوا امتحانات نهاية العام بأكبر قدر ممكن من المعلومات وإيه هي الطرق البسيطة اللي من خلالها الطالب يقدر يحل أكتر في الامتحان دي أسئلة أنا أعرف إجبتها من دكتر أحمد عبد الرشيد وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جماعة حلوان سبع خير راح ديكي دكتر نورنا في سبع خير سبع خير فأنا أحضرتك خاني يعني أعيد كده صيغة السؤال هل فكرة الطالب أنه يدخل الامتحان بأكبر قدر من المعلومات ولا أن مفوض الطالب يكون فاهم ومستوعب أصلاً اللي هو بيذكره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم في بداية طبعاً كلمتي أحب أن أتقدم بكل التحوي والتقدير لحضرتك أستاذ الجمانة والأستاذ مصطفى وأسرة البرنامج الموقر وجميع السادة المشاهدين لتشريف بالدعوة الموقرة كي يكون مع حضرتكم في هذا البرنامج الموقر الحقيقة السؤال الحقيقة تفضلت بطرح أستاذ الجمانة ده مهم جداً ده بيلخص العديد من نواتج التعلم المستهدفة في العملية التعليمية سواء ما قبل جامعة أو أندرجراد أو مرحلة الدراسات العونية أو حتى التعليم الجامعة إحنا لازم يكون التعلم الهادف أو التعلم اللي هو قايم على فكرة التعلم ذو المعنى اللي هو فكرة بقاء أسر التعلم أنا مش راح المدرسة عشان أحصل مجموعة من المفاهيم حفظ نظري بحت أخلص الامتحان النهاردة تاني يوم تيجي تسألني في اللي أنا امتحان تمبارح ممكن أكون إيه مش قادر أجاوب صح لأن هنا التعليم قايم على فكرة الحفظ النظري الآلي لكن أنا لو فرد دربنا أولادنا في المدرسة أو في الجامعة أو غيره على أنه هو يستسمر ما يكون باكتسابه ومن خبرات في إضافة لشخصيته عشان كده هو الطالب بعد ما بيخلص الجامعة حتى أو بعد ما بينطلق بينتقل من صف دراسي لصف دراسي آخر إيه اللي هو أصبح راسخ في عقله وإيه اللي هو اكتسبه من مهارات وقدرات يضيف عليها في الصف اللي بعده أو يضيف عليها بعد ما يتخرج يعني ممكن الطالب بعد ما يتخرج من المنظومة التعليمية هو أخذ لسانس أو أخذ باكريوس في إيريا معين أو في سياق معين ممكن يعمل تدريب تحويل يبقى هو هنا مستمتع بالعملات التعليمية وليس هو قايم على فكرة الحفظ النظر البعض نعم وبناء عليه يا دكتور نعم خلينا نصنف الأسرة المصرية ونشوف كل أسرة منهم بتتعامل إزاي مع أولادها إيه أفضل وسيلة للتعامل التربوي الصحيح مع أبنائنا قبل الامتحانات الضغط كتير غلط وبرضو أن أنا سيب الطالب كتير غلط فيه ناس تقول لك خليه زكر مع أصحابه بيفهم أحسن فيه ناس بتقول لك لا الدروس أحسن رشدت لكل الأسرة المصرية نعم أستاذ مصطفى فكرة أن أنا لازم أكون مدرب ابني أنا كواليه أمر في المدرسة منذ المراحل التعليمية الأولى من ابتدائي وإعدادي وسنة ووصولة للجامعة أنا لازم أكون مدرب ابني أنه يكون ليه جدوى دراسي خاص لمذاكرته وخاص ليه هو مش زي ما زميله الآخر اللي هو في نفس المرحلة العمرية بيذاكر زي زميله لا هنا فكرة أنا لازم أوه ما فيش أي مشكلة يبقى فيه استراتيجية التعلم بالأكران زي ما تتفضلت حضرتك الطلبة تذاكر مع بعضها البعض بس في إيه بحساب يعني أنا دلوقتي أثناء الفصل الدراسي من الممكن أن الطالب مثلا يوم في الأسبوع يذاكر مع زملاءه إيه أكرانه اللي هو المذاكرة الإيه الجماعية لكن في نفس الوقت لازم الطالب يكون في منزله ليه بيسموها تقوص خاصة بيه هو كفرد عشان كده احنا بنسمى فيه حاجة اسمه استراتيجية تفريد التدريس هل من المطلوب من الولي الأمر أنه هو يمنع أولاده الطلاب ما يذكرهش مع أكرانهم أو مع زميلهم في نفس المرحلة التعلمية لا احنا بش بنقول لهم كده احنا بنقول لهم يذكروا ما فيش أي مشكلة بس بحساب لكن حينما يقترب وقت الامتحان لابد أن يبقى فيه بقى فكرة اتخاذ القرار الفردي اللي هو خاص بالطالب لأن على فكرة هو الامتحان أنا كولي أمر وحتى المعلم في الجامعة أو حتى مقابل جامعي لو أنا دربت الطالب على فكرة اتخاذ القرار أنا مش بروح أنا أسف في الكلمة بقى أسرد معلومات نظرية عشان أجيب على سؤال ألف أو بقى في إطار عشوائي لا يا فاند ده أنا بجاوب وباخد قرار أجاوب أخذ المعلومة دي من السطر الفلاني وأربطها مع السطر الألاني وكذا عشان أنا واخد قرار عشان أجاوب على السؤال بترتيب علمي صحيح وفقا لقدراتي أنا كطالب عشان كده لو تسمحوا لحضراتكم أنا أتحدث برضو في جزئية معينة وفكرة هنا في إطار متبادل ما بين الممتحن والممتحن الممتحن هو الأستاذ اللي هيضع الاختبار هو مش بيضع الاختبار هنا في إطار عشوائي لا ده فيه حاجة اسمها جدوى الموصفات الاختبار فيه أوزان نسبية محسوبة بدقة وبعناية ولا لو تسمحوا لحضراتكم برضو في نفس السياق لا قبل بس من روح من قصة الممتحن والممتحن عايزين بس نبسط المواضيع للأسر المصرية والأستاذ المشاهدين ننصح الأسر بإيه نعم ننصح الأسر أول حاجة نكون جنب أولادنا إيه يعني نحاول نحاول الامتحان من هو محنة لو إنجاز التعبير لمنحة إزاي فندم إزاي أنا كواليه أمر أنا شايف ابني بيتغدى معاه وبيتعشى مثلا طيب شايفه مضطرب طيب أبدأ أسأله أبدأ قرب منه بابا أنت فيه كذا أبدأ أسأله أحاول بقدم كان يبقى فيه حوار بينه وبين ابن طيب الطالب ابني حس أن فيه بابا أصلا أنا فيه المادة الفرنية اللي جاية بعد أسبوعين صعبة جدا وأنا حس بكذا بابا أنت لا ده أنت شاطر وخلي بالك ده أنت إيه ما رأيك ده أنت هتجيب درجات في المادة دي أكتر من إيه من مادة أخرى وبعدين أنت حبيب أنت مش إيه أول مرة تمتحن ده أنت فيه كذا ده أنت فيه كذا ده أنت فيه كذا لأنه لا أنا سبت الطالب أنا كواليه أمر وما صحبتهوش أثناء الامتحان كواليه أمر سواء الأب أو الوالد أو الوالدة يبقى أنا في الحالة دي ابني بيروح المدرسة بيمتحن للأسف الشديد بعد ما بيجي من الامتحان بيلاقي بقى بعض أولياء الأمور بيسأل أولادهم بابا أنت عملت في الامتحان ويبدأ بقى يجيب الكتاب وهو يرجع معاه ويذكر له ويذكر له بأفضل طريقة ويبدأ أنه هو إيه كأن هنا فيه فيه معلم مع الطالب في الأسرة أو في المنزل برضو لو تسمحني حضرتك الطالب نفسه بقى إحنا أنا أنا كواليه أمر مدرب إيه بني على فكرة اتخاذ هو ليه شخصية مستقلة هو عارف إمتى يذكر وعارف المدة دي أنا لو عندي ست مكررات في المكرر همتحنهم بقى على مدار ست امتحانات طب أنا عارف هذكر المدة ألف اللي هي أول يوم في الامتحان يوم إمتى والمدة بقى هذكرها إمتى والمدة جيب إلى آخره يبقى هنا أنا في الحالة دي إيه بنيت قدرات الطالب مش قصة أن الطالب بيروح للمتحان ومش قادر ياخد قرار للأسف الشديد إحنا لما بنمر في بعض الأحيان في الامتحانات بنلاقي فيه علامات التوتر تكت تنتاب بعض أولادنا الطلاب بنقرب منهم أنا كأستاذ في الجامعة بقرب منهم بإيه بقول له بابا أنت فيه إيه كذا يبدأ بقى يقول لنا أصلا أنا فيه كلمة فندم لو أنا افتكرتها هقول الباقي هنا في الحالة النمط التعلم بتاع الطالب ده ما تمش بناءه بناء صحيح ليه لأنه هو آي مع الحفظ لأن فكرة إيه زي ريكوردر كده لو حاجت تسمح لي فيه انتابية في المعلومات بالظبط كده مفيش إنسابية في تداعي الأفكار يعني فكرة إيه فيه ناس مجرد ما بيدخل الامتحان هو عنده تقوص مستقلة بذاته خلاص هو دخل الامتحان بياخد قرار بيبدأ يراجع ورقة الامتحان بياخد مراجعة سريعة فيه حاجة اسمها نظريت الليل التعلم من خلال اللي هو القائم على الجشطالت أو الاستبصار برضو أنا كولي أمر أنا بحاول برضو بصت المعلومة للسادة المشاهدين وليه الأمر برضو لازم أنه هو يصطحب ابنه في إيه في إيه إيه المانع أن أنا مثلا في بعض الرحيم خاصة في المراحل التعلمية الأولى ابتدائي مثلا إيه المانع أن أنا روح في بداية الامتحان مثلا أن أحسس أن أول يوم ابني مضطرب وحسس بالخوف والقلق إيه المانع أن أنا مدي المدرسة مفيش أي مشكلة بس ما عودش على باب المدرسة وأبدأ بقى إيه لا هنا في الحالة دي إيه أنت خلاص أول يوم بدأت بطمينه بس يعني بهديه وإنه أنا معك وقريب منك فيتطمين بالضبط الحاجة الثانية أستاذة جمانة أستاذ مصطفى فكرة توفير مقاومات الدعم النفسي والأسري في إيه في البيت أو في منازلنا ده مهم جدا ممكن لو تسمحوا لي في دقيقة هشرحه إيه مقاومات الدعم النفسي والأسري المقصود بيها أن أنا حاول بقدر الإمكان لو في أي توتر أو ضوضاء في المنزل أحاول إيه أتخلص مياه طبعا أنصح ابني فكرة التعامل مع الموبايل دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان بنلاقي أولادنا وأنا في الأول وآخر الأب بشوف أولادهما بيذكروا مسكين الموبايل وحطينه دهوك كتاب بتزبط يا فن مسكين الموبايل هو هنا ده مشتتات وشايف بقى الواتساب والفيسبوك وكذا وكذا ما أنت هنا أنت مش بتساعد عقلك أنه يخزن المعلومات التخزين صحيح عشان تقدر تستسدعيها وتستسمرها في الوقت الممكن فهنا في الحالة دي لازم الأسرة تكون عينها على أولادها أنا مش أقول ابني هات الموبايل وهمنعه لا ما تستعملش الموبايل أثناء المذاكرة لا هقول له بابا أنت دلوقتي في مرحلة لازم حضرتك أن أنت تنظم وقتك الموبايل ممكن تستعمله ساعة مثلا في اليوم تشوف أصحابك وتسلم عليهم ما فيش أي مشكلة لكن حينما تدخل غرفة المذاكرة لازم لك تقوص خاصة أنا شخصيا أثناء فترة الجامعة وحتى في السنة وكان لها تقوص خاصة في المنزل قبل حتى ما كون أستاذ في الجامعة ودربت عليها من خلال أسرتي كانوا أنا لها مكان معين في المنزل وخلي بالحضر يعني السادة المشاهدين ده مهم جدا أنه يبقى في مقومات البيئة المناسبة للاستسكار وللتحصيل طيب هل أنا قاعد في المكان ده في المنزل بشكل مستديم ولا أنا ممكن برضو ما بين الحين والآخر أغير مثلا طريقة المكتب في المكان الفلاني أقصر الرتابة أو الملل لأن برضو في حاجة اسمها يعني لو تسمحوا لحضراتكم استدعاء الأفكار زي ما حكت فضلت لأستاذة جمانا هو أنا ليه في ناس عندهم سلاسة في التعبير سواء برايتنج يعني تحريري أو شافي واحد لما تسأله سؤال بسنوب شاء الله هو عنده التحدث ومالكة ليه لأنه هو مرتب طريقة تعامله مع المعلومات واللي هيقرأه في الكتاب المدرسي أو الكتاب المرجع في الجامعة بطريقة معينة ساعدة العقل البشري عنه هو ينظم المعلومات دي في إيه في العقل بطريقة معينة في الخلال العصبية بشكل معينة لما يجي الطالب يستدعي هذه المعلومات بنفس طريقة الترتيب هيتم استدعاها طب بفرد أنا أذكر في بيئة فيها ضوضاء أو في منزل فيها ضوضاء أو كذا أجي بقى نرجع بقى لنمط أولادنا هو عايز الكلمة الأولى عشان يفتكر بعد كده إيه الحاجات دكتور إحنا نحن نتكلم على الأسر وأولياء الأمور اللي عملوا واجبهم من الأول لكن ماذا لو طالب حصل له أي ظرف أسرة حصل لها أي ظرف الطالب ملحقش أنه يذكر بالشكل المطلوب ملحقش يجمع المعلومات بالشكل المطلوب وإحنا دلوقتي في السيناريو الطوارئ يعني سيناريو إنقاذ ما يمكن إنقاذه رشدة التصرف في الحالة دي إيه نعم سؤال مهم جدا إحنا دلوقتي برضو هنرجع أنا لازم أحتوي إبن فدلوقتي ممكن يكون بعض للأسف الشديد بعض أولادنا ما ذكرش من أول يوم في الفصل الدراسي ما كانش يمتابع محضراته أو مذاكرته بالشكل الإيه الأمثل فنيجي نقوله إيه أنت دلوقتي الامتحان مثلا تقريبا أسبوعين على الامتحانات مع بداية شهر مايو بإذن الله طيب ده مسبوعين يبقى لازم هو إيه نقوله من خلال هذا الممبر المؤكر من برنامج حضراتكم نقوله لازم إيه تلحق أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه تبدأ تشوف إيه المكرر الفلاني تحط إيه مدى زمني لكل مكرر يعني أنا عندي أحسب كده أنا كطالب وممكن أولياء الأمور برضو يقعد مع أولادهم يشوف هو عنده ست مكررات سبع مكررات طيب أنا قدامي كامعة الامتحان أسبوعين ثلاث أسابيع طيب أنا هدع لكل مكرر توقيت زمني خمس أيام مثلا أو أربع أيام ورتبهم ترتيب طبقا للإيه ترتيب الجدوى للامتحان طيب أول يوم هزاكر المادة الفلانية تاني يوم هزاكر المادة الفلانية كذا 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 الزاكرها إزاي ما هو احنا مكلم في مادة في منها الكامل مفروض أنه هو بيدرس وبييتمم زاكرته على مدار شهور أنا دلوقتي في وقت صعب إزاي يزاكر إزاي يحصل هدي المناك نعم لو تحدثنا على السلم التعليمي هنتحدث على مرحلتين مقابل جامعي وتعليم جامعي طيب لو أنا مثلا لو تسمحي لحضرتك هصعب الموضوع أكتر أنا مع ابن اللي هو الطالب اللي هو في ابتدائي وما ذكرش ده هنا بقى مش هنقوله بقى اتخاذ قرار والكلام لا طيب أنا كولي أمر أعمل إيه في الحالة دي لازم أنا برضو أساعد ابن أبدأ أشوف المكررات اللي هو ما ذكرهاش ابني وأبدأ أرتبها له بترتيب عقلاني صحيح أبدأ أشوف المكرر ده طيب فيه إيه هاخد المحاور الرئيسية وأبدأ أقول لي ابني إيه الوحدة الدراسية دي ألف مثلا في المكرر المكرر ألف مثلا فيه أربع وحدات هبدأ أشوف الوحدة الدراسية دي فيها أربع دروس طيب إيه اللي في الدرس الفلاني دي إيه الجوهر العام بتاع الدرس الفلاني دي وأبدأ أقعد مع ابني أحاول بقدر لم يكن أقول له بابا خلي بالك الدرس ده كان بيتحدث عن الأفكار الجوهرية لو تأذنوا لحضراتكم نتذكر زمانه وإحنا في السنة وفي عده دي كانوا أساد زيتنا يقولون إيه لما نيجي نكتب موضوع تعبير نحط الأفكار الرئاسية هي ده فاندم اللي عايزينها دلوقت في وقت المحنة ابني الطالب هو ما ذكرش المذاكرة اللي كمان بغى أن يكون أثناء فترة الفصل الدراس طب نقول له إيه تركز على الأفكار الرئيسة للإيه للدرس الفلان ويبدأ بعد كده الأفكار الرئيسة دي يبدأ بقى يتحدث عن كل فكرة طبعا بيحاول يقرأ البراجراف بتاع كل محور مش هنقول له يحفظه ولكن هنقول له نحاول بقدر الإمكان خد الجوهر العام بتاع الإيه بتاع اللي صحيح لو تسمحي لحضراتك افرد الطالب دخل الامتحان وهو برضو مش مذاكر نقول له إيه حاول بقدر الإمكان في بداية إجابتك اسرد الأفكار الرئيسة أنا عندي السؤال الألف مثلا فيه خمس أفكار المفروض أنا أجاوب عليهم حطهم في البداية ثم بعد ذلك إيه أبدأ ناقش كل فكرة صحيح على أي حال يعني أفكار كتير حركة دمتها للأسرة المصرية وللطالب بشكل يعني يعني مخصوص وأيضا للمعال طبعا لأن هم الأطراف اللي بتتعامل مع الطالب في وقت المحنة في ناس أو الدكتور أحمد تحديدا اتكلم في البداية قالك إحنا ممكن نحول المحنة إلى منحة ممكن الناس اللي شايفة إنه وقت اللي امتحنا بالعكس ده أنا أخد ابني على الهادي كده وقول له أنت ذاكرت إيه وما ذاكرتش إيه وأذاكر معاه وسماع له أعتقد يا جمانة دي أحلى طريقة نبعد عن اللوم والعتاب وزيبك أبدا تكلم مش وقته وإحنا بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه نرتب الأفكار معهم نعمل لهم حتى جدول من غير برضو منعقبهم يعني جدول برضو فيه متنفس بعض الشيء عشان يقدروا مقبوش كارهين العملية حتى التعليمية وعملية المذاكرة فإحنا يعني يا شاكد يمكن يكلمنا في التوقيت تحديدا عن هذا الموضوع عشان لسه يبقى فيه وقت ونحاول إن إحنا نحل الموضوع قبل ما نبتلين نلوم ونعاتب وندخلهم في حالة نفسية صعبة جدا لأي حال طبعا بنشكر حضرت جزيلي شكرا دكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ المناهي جوتورو التدريس بكلية التربية جماعات حلوة لنا وارتنا يفهمنا بنشكرك على كل هذه المعلومات شكرا دكتور